انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال قمة تأهيل الشباب واقتصاد المعرفة التي تستمر يومين في مبنى السلطات بسوق أبوظبي العالمي وتستعرض آليات تعزيز دور الشباب في مستقبل سوق العمل حضر افتتاح القمة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي أحمد الصيغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وعدد من المسؤولين وأشار وزير التربية والتعليم في كلمته إلى أن قمة تأهيل الشباب واقتصاد المعرفة تواكب مشاريع الخمسين التي تؤكد أن التعليم والتدريب التخصصي وبناء مهارات شباب أولوية وطنية لرفض سوق العمل بالكفاءات بالاعتماد على القطاع الخاص كشريك وطني رئيس في التنمية